أهلاً وسهلاً بكم في الوحدة التدريبية الثامنة في هذه الوحدة التدريبية سوف نتناول فهم دور الرسائل والإعلام في التطرف العنيف في هذه الوحدة التدريبية سوف يتمكن المشاركون من فهم مفهوم الرسائل وكيف يمكن تسخير وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي في جهود مكافحة التطرف العنيف سواء عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت ثم تجهيز المشاركين بأدوات تأمل لفهم كيفية دعم الرسائل الموصوقة والبناء وكيفية الفهم الأفضل لقنوات التأثير التي تتضمن الرسائل الأكثر تدميراً أو تطرف إذن فأنا أهداف هذه الوحدة التدريبية هي فهم ما هي الرسائل وكيف تستخدمها الجماعات المتطرفة لبناء الدعم ودفع التشدد استخدام الرسائل بشكل أكثر فعالية لمنع التشدد أو التجنيد أو تعزيز الانفصال ونزع التشدد تعزيز وتطقيم الرسائل البديلة والرسائل المحلية لمكافحة تطرف العنيف شو يعني رسائل؟ شو نقصد بعملية الرسائل؟ الرسائل أو التي يشار إليها غالباً بالنراتب هي مجموعة من الأفكار والحقائق ووجهات النظر والخبرات التي تغزي الطريقة التي يدرك فيها الفرد أو الجماعة مكانهم في العالم من حوله هي الأفكار اللي منفكر فيها هي الحقائق هي وجهات نظر المختلفة للناس خبراتهم اللي تخلينا كيف نفكر بتخلينا نشوف نحن وين مكاننا بالعالم بتساعدنا أنه نفكر وهي بالتالي عبارة عن مزج عناصر حققية تاريخية مع وقائع منظورة فيه إشياء وجهات نظر جوتنا وقائع منظورة منكون شايفين يتردد صداها بشكل عميق مع إحساس الناس بالذات وكيفية تفهمها من الأحداث في حياتهم وانا عم نحكي عن وجهات النظر كيف منشوف الأمور بحياتنا من أي خلفية ومن أي زيب يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية وتعمل كجزء طبيعي من تجارب الناس ما بنعرف إذا هيد الرسائل دايماً إيجابية وما بنعرف إذا هي سلبية هي قد تكون للإسنين وهي جزء كتير طبيعي من تجاربنا لأن احنا منتلقى رسائل ومنبعث رسائل للناس إذن كيف هيد الرسائل بيستخدمه هو الناس المتطرفين لحتى يكونوا عام ينشروا عملية الراديكالية بشكل أوسع أول شي لنشوف شو فينا نعمل لازم نعرف شو أنواع الرسائل اللي فينا نعملها لمكافحة التطرف العنيف أو للوقاية من التطرف العنيف عنا ثلاث أنواع مختلفين عنا الرسائل البديلة الرسائل المضادة والاتصالات استراتيجية الحكومية خلونا نبلش بالرسائل البديلة اللي هي إذا ما تكون أكثر انتشاراً من غيرها وهي تتحدى مدى صلة الرسائل المتطرفة العنيفة من خلال تقديم المزيد من الفهم الفعال وغير العنيف للمظالم وكذلك نهج معالجاتها شو بنعني هون؟ هون نكون عم نقدم رسالة بديلة عم نحاول نقول للناس ونفهم أكتر نوع من أنواع الدفاع عن الفكرة لأنه حيكون الطرف الآخر أو المتطرفون عم بيزدوا رسالة عن أنه هني عم يعملوا هيك بدافع مظلم معين بدافع أنه هني حاسين بالتهميش نكون عم نقدم رسالة مضادة أو إذا بدنا رسالة بديلة أنه لأ نحنا عم نعمل هيدا الشيء عم نقدم فهم عم نقدم طريقة ممنهجة عم نحاول نعالج بطريقة فعالة رسالة بديلة رسالة بتحمل اللعنف رسالة غير عنيفة أما الرسالة المضادة وهي التي تتحدى أو تضحك أو تشكك بشكل مباشر بالرسائل المتطرفة العنيفة عن طريق فضح الخطأ في إديولوجياتهم أو ممارساتهم الدينية أو تأثير النزاع أو القضايا المحلية وكشف الكذيب والنفاق هم بدي يكون عنا وسائل وسائل ووسائق مؤرشفة وإشياء نقدر نضحط فيها ننكر فيها نقدر نقول أنه هول عم بيكذبه عم نعط شيل مضاد العكسي تماما يعني فيه مواجهة مباشرة مش عم نحاول نوصل رسائل بديلة بطريقة غير مباشرة أما بالنسبة للاتصالات الستراتيجية الحكومية وهي التي تقود الرسائل المتطرفة العنيفة عن طريق شرح الإجراءات والسياسات الحكومية بطرق تفند المعلومات الخاطئة وعدم وضع هون يعني عم تدخل الجهات الحكومية الرسمية لحتى تحاول توضح الأشياء اللي عم تسير وأكيد خلال هذه الوحدة التدريبية هنكون عم نحضر فيديوهات تحكي عن هذه أنواع الرسائل والخطابات الموجودة وهون حنبلش بالفيديو الأول اللي هو بيتضمن واحد من أنواع الرسائل ما حنكشف هلأ أي أنواع من الأنواع لحتى أنتوا تقدروا بأسئلة التبكير تكونوا عم بتضوّع بس هيدا الفيديو بيحكي عن مجموعة إمهات كولومبيات بيتعاونوا مع وزارة الدفاع الكولومبية لحتى يردوا أبنائهم اللي كانوا مشاركين من سنوات بالصراع واشتغلوا على شق إعلاني مع هيدا الأمهات الكولومبيات وعملوا مثل الحملة التشجعية تتضمن غنية قبل عيد الميلاد وهو لا يخلوا أولادهم يفقوا الارتباط عن هيدا المجموعات المتطرفة والمسلحة ويرجعوا عبيوتهم هل كانت الحملة في كولومبيا ستكون ناجحة إذا لم تتمحور حول الأمهات لماذا لا؟ برأيكم لو ما كانوا الأمات هني عندهم دور أساسي بهذه الحملة كانت هتكون ناجحة إذا آي ليه إذا لأ ليه لأ بس هم ما ودنا ننسى خلينا ناخد بعين الاعتبار العاطف اللي رابطت الشباب اللي يرجعوا من الحرب لعند أهلهم هو الرابط العاطفة الأم هي الأقرب عاطفين لأولادها لحتى يرجعوا على بيوتهم أيضا حنشوف هون فيديو لشركة زين حنكون عم نشوف فعليا ثلاثة فيديوهات وراء بعض بيحكوا عن كيف الإعلام والرسائل اللي بتتشير من خلال وسائل التواصل والكين الاجتماعي أو الديفي أو حتى الراديو عم بتأثر إجابا على عملية التطرف أو البقية من التطرف وهيك بخلال بس رسائل إيجابية وفيها نوع من أنواع السلام والسلم الأهلي الغير عنيف هون حنكون عم نشوف دعاية شركة زين اللي قامت فيها برمضان اللي بتحكي فيها عن موضوع التطرف والبقية منه كمان الفيديو التاني هو فيديو بيجمع المتطرفين والضحايا نفسهم ليحكوا عن تجربتهم بأندونيسيا بأثناء عملية التطرف العنيف يعني بهيدا الفيديو حيكون شخصين عم يحكوا ضحية أثرة إجروا وشخص شارك بعمليات التطرف العنيف من بعد ما أكيدا عاد تأهيله وعم يشتغلوا مع الولاد بمنطقة اندونيسيا لحتى يبعدوا عن موضوع التطرف العنيف أما بالنسبة لمخاطر استخدام الرسائل في مكافحة التطرف العنيف أكيدا مثل كل شيء ممكن يصادفنا مخاطر وتحديات خلونا نشوف شو هي قد تقرر الحكومات أحيانا تجريم أولئك الذين يشاركون رسائل مشابهة لتلك التي يتم مشاركتها من قبل المتطرفين العنيفين مثل التعبير عن المظالم بدل من إشراكهم بشكل إيجابي مع هذه الأفكار وتقديم رسائل بديلة وحلول يعني مرات بتفكر أن هؤلاء الأشخاص عم بقدموا مظالمهم خلينا نجرمهم هؤلاء بيروحوا أكتر للتشدد لا هذه واحدة من المقاطر لازم تكون الحكومات متعاونة بهذا الموضوع لحتى نكون عم نحاول نشاركهم بشكل إيجابي قد يكون امتلاك محتوى مطرف عنيف غير قانوني في بعض الدول مما قد يجعل دراسته صعبة أو محفوفة بالمقاطر مرات إذا رحنا بنشتغل على بحث إلو علاء بالتطرف العنيف وجينا بنحكي بالموضوع هذا الشي ممكن يكون عم بتشكل قطر على حياة الناس اللي عم يشتغلوا بهذا الموضوع يعني لو الحلم للكولومبي لو أم والإمات يقرروا يدعوا أولادهم ليرجعوا وما كانوا اتفاقين مع وزارة الدفاع الكولومبي هذا الشي كان حيشكل خطر على الأبناء اللي رجعوا وكمان حيشكل خطر على الأمهات نفسهم فلازم يكون في عمليات التعاون بهذا الموضوع لحتى يساعد على أنجاح الحملة وكمان يجعل دراسة هيدا الموضوع إيجابية ما أنا عم بتودي على المخاطر كن حذرا في استخدام محتوى التطرف العنيف عند بناء رسائل مضادة والتي يمكن أن تنتهي بناشر رسائل متطرفة عنيف نحنا كمان إذا كنا مقررين نروح باتجاه رسائل مضادة وكمان ما بدنا نحنا نروح باتجاه نكون عنفين يعني وكأنه عم نرد على التطرف بالتطرف ما نكون منتبهين للمحتوى صحيح عم نرد ونكذب المتطرفين واللي عم بفكروا فيه بس كمان ما بدنا نحنا نكون عم نبالي يتير بردات فعلنا وبتطرف بسنا تهميش المجتمعات المعارضة للتأثر بالتطرف من خلال جعلها تشعر بأن قيمها أو وجهات نظرها تتعرض للهجوم بدلا من الأصغاء إليها نحنا بنعرف أنه التطرف العنيف أشياء العلاقة بالإديولوجية وهي واحدة من الأشياء الصعبة ينعمل على زبادكم تجريد الأفراد مننا فنحنا ما فينا نروح عند الناس ونقلهم وجهات نظركم غلط أو نهاجمهم على هذه الوجهات النظر نحنا بالعكس بنساعد نحنا ويهن نضوي على النقاط الإيجابية بهذا الموضوع لأن الناس ممكن تحس أنه هي عم تتعرض لهجوم كونها عم تحس أن هي عم تتهمش كمان يمكن أن يؤدي استخدام المرسل الخاطئ إلى تقويد الرسائل ويؤدي إلى فقدان الحملات المصداقية أو اعتبارها دعاية مش نجيب مهم جبنا واحد مشهور عمل الشيء بس بداعي أنه الشهرة لا بدنا نجيب الشخص الصح بالمكان الصح لتكون عنجات حملتنا بالمطرح الصح ولا ممكن تاخذنا على مطرح تاني ختامها حنقطع سريعا على نقاط المستفادة الرئيسية من هذه الوحدة التدريبية التامنة تأتي رسائل إيجابية لمنع التطرف العنيف ومكافحته بأشكال عديدة في أكتر من طريقة نحن فينا نوصل فيها رسائل إيجابية ونحن شفنا مثل حملة كولوميا أو الفيديو اللي عرضته شركة زين برمضان الرسائل ليست مجرد منتجات إعلامية بل كلمات وأفعال ما نحاول نكون عم نوصل أفعال يعني لما منتفق مع الحكومة أنه نرجع أبناء أو الحكومات تتقرر تعمل عفو عام بس بحال الشباب رجعوا هيدا شي حقيقي مش يكون دعاية ما يكون نوع من أنواع الاستغلال هناك بالفعل رسائل إيجابية فعالة في المجتمعات المحلية تساعد الأفراد والمجتمعات على الصمود أمام التطرف العنيف في المجتمعات المحلية فيه رسائل مراتب يبعطواها رجال الدين أو وسائل التواصل الاجتماعي يعني جد ممكن تأثر على الأفراد وتساعد على الصمود منذون أمام التطرف العنيف الرسائل التي تدفع للتطرف العنيف غالبا ما يتم الترويج لها من قبل مجموعات وأفراد غير المتطرفين العنافين أنفسهم مرات الجماعات المتطرفة تستفيد من الناس هن أصلا منه المتطرفين لتخلين يدمجوا ينشروا هاي الرسالة يعني في واحد من الفيديوهات اللي نشرته داعش لعملية الترهيب طب هي نشرته عبر مجموعة صغيرة بس بعدين صار ينتشر ويكبر هيدا الفيديو لأنه الناس صارت تشاركوا لأنه العملية الترهيب اللي سبب لها يا الفيديو عملت مساعدة لداعش بطريقة غير مباشرة أنه تنشروا بعدد أكبر أيضا يمكن أن يكون المرسلين أكثر أهمية من الرسالة لما بدنا نتذكر أنه الناس اللي عم يبعطوا الرسالة هن كتير أهم من الرسالة نفسها أنا ممكن مجرد ممكن الأن ما تقدر تغني الغنية بالكولومبيا بالحملة الكولومبيا بس يمكن بمجرد ما يشوفها أبنة عم تتكي عم تشوفها على التلفزيون هيدا لحد ذاته مؤثر بالنسبة لألوها حتى يردوا عن الطريق اللي هو ماشي فيه شكرا كتير إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الوحدة التدريبية التامنة اللي خاصة بالرسائل بوسائل الإعلام شكرا لأستماعكم شكرا للمشاهدة